ايفام سبوغ بلوس اي منزروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة سبعة وثمانية دقائق على ايفام احلى راديو اهلا وسهلا مرحبا بالله جميع بداية أسبوع موافقة اليوم نهار الـ 32 جنوبي 2023 رسمي أربعة فرق تضمن تأهلها للبلايوف الترجي يفوز على النجم في سوسة بالذات ويشدد الملاحقة على صدارة المجموعة الأولى بتبعها الهدف هو نقاط الحوافز الانتحاد المناسي لواتحاد بينجردين كذلك رسميا وحيسبيا يضمنوا تواجدهم في مرحلة البلايوف والمنافسة تشتد وتشتعل خاصة في المجموعة الثانية بعد فوز هلال الشابة وعوتوا على الانتصارات على حساب الملعب التونسي اللي ينقاد للهزيمة الخامسة على التوالي قراءة والسنتاجات وكل ما فيه علاقة بالجولة متعليم الجولة 11 من البطولة في سبور بلوس مرحبا بالجميع تحية لكم مسامعين داخل وخارج تونس تحية لفريق الأعداد عطف بشرة مرحبا 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 عمار وليد ماتر وسامير ومستمعين ايفام ومشاهدين ايفام تيلي بياتفير سبا ما حولك؟ ان شاء الله بديت أسبوع موافقة للناس الكل الحمد لله ان شاء الله تدي مجهور ناكيما اليوم ان شاء الله ترجع الكورة لكي نحب الكورة ترجع بشنا نجموها نجمو نحلو وعندك ما تحلل اليوم يا سي مجدي مرحبا بي كذلك يرفقنا ورجعنا عمار جمل مساء الفول مساء النور مرحبا بي بسروق مرحبا بكيفة المستمعين والمستمعات مرحبا مجدي سامير الاستاذ فتحي المولدي وليد جرفيلا وان شاء الله بديت أسبوع موافقة لنسكن شنا حوالك؟ شعامل شنو الأجواء؟ شبع كورة خلينا نقولوا بصراحة كي تبدأ فما ك كورة وخاصة تشويق وشوفنا معناها القمة اليومة بين النجم وطرجة لذي التونسي وفيت بوعودها بصراحة متعهل الفنية بالرغم اللي تابتع الكرام معناها مهيش ديما نفس المشاكل المقابلات الكبيرة ديما نقولوا انه فما شوية مشاكل متاع ملعب الاحتجاجات كيف كيف ما فماش كنشوفوا انه فما كان في بنجردين وباجة معناها كليت بعضها شوية ولكن خلينا نقولوا جولة معناها ممتازة بصراحة ايا سيدي يا أخوي على ثمانية ما تشويتها مماتش كليت في بعضها شوية يتسمى حاصيلة يجبية حاصيلة وبرابور للهديف وفما في باجة ماتش باجة و بنجردينك اي اذا مرحبا بيك مرحبا مجدي مرحبا بالجميع بش نرجعوا بكل تفاصيل على المقابلات والبداية بالمجموعة الاولى المجموعة الاولى هيت خلنقلبوا الدوار معانتها بالعكس نعطيكم الترتيب والنتائج متاع المجموعة ثم بش ناخدوا ماتش برماتش الترتيب لتوال التارجي في الصدارة 25-24 نقطة ضمنه رسميا تأهلهم للبلايوف اتحاد تطوين يرتقي للمركز الثالث وينفرد بالمركز الثالث 14 نقطة خلفه نادي رياضي البنزارتي 13 نادي سفيقسي 12 ثم الملعب التونسي هلال الشابة ملحة ممسوسة 10 نقاط الحقيقة ما حد شي مفهوم في المجموعة هذه لا نعرفوا شكون من ينجم الناس الكل تنجم تتراشح بلايوف مع التوال وتارجي مع العلم أنه ثم زوز بيطاقات مزالت من أجل تأهل البلايوف والناس الكل تنجم تكمل الثامنة والناس الكل تنجم تلعب بلايوف المقابلة الأولى جامعية تنجم تتح زادا كيف كيف ما ننسوش اللي تتح ديريكت والثامن هو يتح ديريكت نبدأ بالمقابلة الأولى نادي رياضي البنزارتي ونادي سفيقسي مباراة ذايا مشاوقة سنينيها الناس الكل على دربة أهل البلايوف مباراة وفيت بنتيجة التعادل السلبي سفر مقابل سفر نسمع على تصريحات يكوباتي مدربا نادي رياضي السفيقسي سيساس مرة أخرى لا يفوز نسمع تصريح في مكرو مهدي العيدي إن أشام تصريحاتي نعم، 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 صيد نعم، نعم، اتذكر يقول كل المباريات أصبحت معقدة ووضعي الحقيقة معقدة لندي رياضي الأسفيقسي الذي لم يتمكن إلى حدود هذه الساعة من رفع منع الانتداب لا جديد يذكر ولا جديد رسمي في خصوص منع الانتداب وغدوة آخر نهار في الميركات يوم عندهم شوص غدوة نصف نهار إن شاء الله يا ربي إن شاء الله هذا ما نتمنى نادي راضي البنزارتي ومساعد المدارب حاطم القاتوفي كذلك تعليق على إداء فريقه وعلى النتيجة اليوم بعشية الوبجيكتف المتاعنا هو بش في الوقت الحاضر الملوم المكسيموم دي بوان أم بوان بليتو معناها دي ما مقبولة لكن المقابلة كانت معنا فريق محترم برشا نشكر برشا للعبين متاعنا اللي فريمان قدموا مباراة كبيرة ياسر تولي بلان تاكتيك تكنيك الفيزيك فريمان يعطيهم الصحة متعادلة كانت براتيك ما للبرتي ما اسعفناش الحظ بش نسجلوا معناها الفرص ما يزمكش تغلط في قدام دي زي كيب معناها ما يزمكش تغلط حتى غلطة قدام اي كيب واقفة مليح هذا حاتم القطوفي به النتيجة هذية نادي راضي البنزارتي يصبح في راسيدو 13 في المركز الرابع نادي سفيقسي مركز خامس 12 نقطة بالنظر لنتاج الأخرى التعادل لا يرضي للسيابي لنادي راضي سفيقسي يظهر لي مجدية سيابي لحقيقة روتور قاعدة تلم في نقاط معناها نشوف الروتور خير من اللي ببرشة ظهر فترة التوقف معناها خالب بن يحيا معناها حط لي كيب كيما يلزم وخدم معاها بشوفنا مستوى لحقيقة طايب لحد الان عكس الذهاب اللي كانت مرتبة اخيرة ومستوى ما كانش مقنعة جدا المقنعة بتاتا بالنسبة لبنزارت اليوم بنزارت قاعدة راجعة بالكدية عندها تريز بوان معناها سيبا فاسيل بش تلم تريز بوان كاتريين معناها تنجم تتعدل للبلايوف دونك قاعدة عندها شنس كبيرة ندي راسفقسي كما قلت انتهي هاي من ذا هالي نقطة استفهم كبيرة مدرب اسمعت برشة تصريحات متاع ولكن الحقيقة من اللي يجي معناها عمل دو ماتشي مكم باهين وبعض الماتشوات الكل الاخرين كلهم همش المستوى متاع ندي راسفقسي يظم ويراج عبار عديد الأشياء الحقيقة حكينا على منع الرفع منع الانتداي بكيف كيف يظم سي اس اس الدعم مجموعة اللي عنده بلاعبين معناها دوكالي بشي نجمو يهزو لكيب هذا الكل ماناها سي اس اس قاعدة قاعدة معناها تعاني فيه لازم يرقاو حلول فيه قاعد يغسر في برشة نقاط شوف اليوم نحكيو على من الكاتورز حتى تكسل ديسي كلهم نجمو يترشح داكوردو السي اس اس معنية زادر نجمو ما ترشحش دونك حذيري حذيري لانو حذيري لانو نقاط مبعد نقطة هبتك ونقطة طلعك دونك صحيح ما تشنو لعملو ولكن نلتاو لربح ما يزمو يربح يزمو يربح بشي نجم يتعدى ويضمن يضمن ما يعمل سيق في البلايوف عمار هل تحسن سي اس اس مع قدوم المدارب الإيطالي بريود عنده موجود تتالي المباريات نجمو نعملو تقييم على سي اس اس هل تحسن مع ياكوباتشي اداء الفريق ونتاجه مقارنة بما كان عليه مع عدلهم وطرق سلم تحسن متافيف ولكن سي اس اس ما واشي ما واشي استابل برفوها يعدي لك مقابلة كبيرة والمقابلة الثانية يتعدى معناه بجانب الحادث كنشوفو الصعيب متع ندري ذي سفيقسي انك تفوز على الملعب التونسي في النايفر فوزت على الملعب التونسي مبعد فما مقابلة ديمانية للمقابلات الكبيرة تعادل اوكي في اللحظات الاخرى ولكن انت طوام انا قد ضيع في برشا نقاط من غير ما نقصه من قيمة النادري ذي البنزرتي اللي هو منافس جدي باش يمشي للبلايوف وتحسن برشا بصراحة مع المدرب خالد بن يحيا تحسن برشا معناه اصبح ينتصر خارج الملعب امتاع ويجيب في نقاط خارج بنزرتي كيف كيف يعني اليوم شخصين معنا تبعت شوية للمقابلة قعدت نفرج في النادري ذي البنزرتي والنادري ذي سفيقسي ومانتون زادا نجم وترجي مقابلة صراحة كانت متعادلة بصراحة فرص قليلة ما فهميش تحس انه زوز في رق كل فريق خايف لا ينهزم ذاك عليش ما كانش فهمه معناه الريتم ومفهمه حتى الفرص كانت معناه فرص ما يشكل الفرص الكبيرة ولكن تعادل اليوم لا يخدم له مصلحة ولا حتى واحد مربح بهذه الدنيا لسكل قعد تخايفه من الخسارة اكثر من رغبتهم في الفوز ومنطقي زادو منطقي على الاخر انك تخاف معناه في تعرف انت توا معدوش برشة جوالات انك باش تدرك مازالوا ثلاثة جوالات اشت اضعف هجوم في المجموعة 6 هدف هو أمل حمام سوس صحيح ما فاميش ولكن عنده صحيح مدافعين ولكن قلنا المر اللي فات وحكينا في البلاتو ذي قلنا ندري الاسفيقسي في حاجة أنه المهاجمين وفي حاجة أنه اللعب رويقتي حتى كيمشي حسين علي معناها خلا بلاستو في ندري الاسفيقسي كيمشي الكاس الخليج معناها خلا بلاستو فما أي ملاعبي من ندري الاسفيقسي ينقص راه ومعناها يخلي فراغ كبير ندري هذا البنزرتي بصراحة رجع من بعيد بعد ما قلنا معناها الأمور ما هيش ماشية في بنزرتي وبعد ما قلنا معناها ما هيش هذي المستوى تحسنت الظروف وتحس أنه الناس كل تلفت حول ندري الاسفيقسي الكلام تاعي كان ديفا عدا عند ندري الاسفيقسي كلمك أول العام معناها خذي وهو وحطوا في قلوبهم وهو كان رجع ولازم موش أنه قلت لك أنا ما نكرهش بنزرتي ولكن ديما الحاجات اللي لاحظهم ديما أنه نوصلهم معناها بالحاجات الإيجابية وعلى الآن دي الناس كلنا نتأخذ بالحاجات معنا المنطق البيهي موش بالخيب موش بالخيب دونك سيابين ندري الاسفيقسي صفر مقابل صفر المقابلة ثانية ماجي تراوي هيلال الشابة يفوز على الملعب التونسي هدف مقابل صفر الشابة يرجع للانتصارات رغم أنه اليوم هو هيلال الشابة يستقبل لكنه ملعب في الملعب المحايد باعتبار العقوبة اللي نعرفوها نزل كل يوم المقابلة تلعب في ملعب حمداء العواني في القروين هدف مقابل صفر الشابة يعود للانتصارات بعد ثلاثة هزائم بعد ثلاثة هزائم متتالية والملعب التونسي خامس هزيمة على التوالي بالنسبة للملعب التونسي ماجي تراوي مننا أنجل تحب تاخذها للمقابلة النقطة تستفهي مرهو الملعب التونسي لأنه كنا قلنا لحقيقة الرسيد اللي عندها رسيد بشري محترم جدا نعمل دي بار بيهة في الشامبيونات وكنا هنا حكينا في البلاتو وكنا بش نسانيه ربما مفاشئة من الملعب التونسي كونها تكون في البلايوف وتنفس الفرق اللي تلعب على الشامبيونات اليوم الاخسارة تجيب الاخسارة في الكورة وديك أخي بحاجة إذا كان متعرش تخرج متدوامة متع الاخسارة تقعد معناها أنا أكتشوفت الاخسارة تبتت تبع أختها توليوما سانك ماتشرا برشا على الملعب التونسي لحقيقة معناها كانزبوان خسرهم ملعب التونسي اللي كان ينجم معناها إذا كان إخذاء منهم النقاط هذو ما نجم نرقب حتى في المرد مجدي شنوات الليكيب اللي تخلي فريق شنو الأسباب اللي تخلي فريق يعمل خمسة هزائم متتالية هالأمر نفسي بسيكولوجي الأمر فقط فني صار تغييره المدرب سكندر القصري للرجة النفسية وكنا تحدثنا وقلنا هل هذا هو الحل وإلا لي شون الحاجة اللي تخلي فريق ينزم خمسة مقابلة متتالية في حين أنه جمعتين كلي كان يلعب على البلايوف والملعب التونسي يعود إلى أيامه الوردية شوف الرجة نفسية ولكن ما تكفيش وحدها رجة نفسية رجة نفسية مش هي تأثر شوية ولكن أهم حاجة اللاعبين اللي في الميدان اللاعبين في الميدان تقول لي أنت تمسوا ولكن فما عديد النقاط للمراجعة مثلا خسرة نقاط كانوا سهلين لملعب التونسي ندر الاسفيقسي برأسامل ضد حمام سوسا معناها في الاربع وتسعين ولا في تلاتة وتسعين تقبل البونتو متاع النولي اللي هي كانت منتصرة معناها شوفنا اللاعبين طلعوا للكورة ثابتة وقت اللي أنت معناها مش لازم عليك تمشي معناها تروبوان سيخذيتهم وفي الماتش يصير كونتر ويسجلوا لك عليه كيف كيف نقاط خرينة كانوا سهلين للانضباط التكتيكي خليني يقول في بعض الأحيان من بعض اللاعبين في الملعب التونسي معناها خل الملعب التونسي يخلص كاش وذلك اللي ساير توا تعرف اخسارة في جورة اخسارة معناها صعيب باشتعود ترجع وتخدم عمل كبير للمدرب اللي معناها موجود طوال من الملعب التونسي دو حمدي دو اللي هو ما زلموا فماشي رسميا يعني عندي عندي معلومات أنو أنت كنت بشت تشد الملعب التونسي لا ما سهل لسهل شربي مكتب ش المكتوب آه معتا معلومات وصحيح عماري ذلك سكوبيتو مالعب في لك ش فيهم لاي بيكش في بالك العمار في بلوك حتى أنا في بيلي مال يا أخي شنوة طوال سكوبيتو عمارتي يخي ما كلموك ش الملعب التونسي في بالي لي كلموك الملعب التونسي كلموني ولكن ذلك هو المكتوب معنى بيانسور احنا نتمنيه الخير تعطينا عليش متفهمتش نوع نعرف ونتمنيه الخير بتاكل لغة الخشبية اتمنى الخير اتمنى الخير علي متفهمتو اشتعمل لي مركاش توجيه عمار يهو واحده زيبلي عمار ايزاعي زيبلي عمار ايشنا هالحكايمتا ان شاء الله في قادم المواسم كان ربي سهل ما سهلش المكتوب اللي في الخير ربي سهل هو حتلتاو من زي ما فهم احد شاي رسمي في خصوص الملعب التونسي حاتم الميساوي وقع الاعلان الرسمي الا انه صحح عقد الكتروني مع نادي الانتصار السعودي فشده صحيح فمشي للسعودية فاليوم رسميا لاشرف على حيصة التمرين على مباراة اليوم هو امين كامون الاخبار ومزال الامور من زي ماهيش رسمي لكن حمادي دو من المفروض انه صار الاتفاق في انتظار ما ستقول اليه الامور هلال الشبا يعود الى الانتصارات عمار رجمل بعث لثا هزائم متتالية فقط نعتذر الملعب التونسي نصحح اربع هزائم متتالية مش خمسة كات جورني متاع روتور لكل انهزم فيهم هلال الشبا بعث لثا انتصارات وراحيل بدو زكي اللي ما تحملش الضغط والامور في تونس ما انت ما فهم هيش ما نجم هيش موش متاعود حبلك رسم الحاس لازم حبله رسم الحاس ما انت مشكل مغرب معناها بعد الانسحاب اليوم هلال الشبا يفوز على الملعب التونسي حقق ثلاثة نقاط تخليها عنده نفس الرصيد مع الملعب التونسي اما الحميم سوسة عشر نقاط ولا بعد نقطين على السيساس ومانيش مستغرب معناها من الانتصار ذا خطرة حكينا برشا مرة تقولنا انه هلال الشبا يمتلك المجموعة يمتلك مجموعة منها ممتازة اللي في كتيف متاعه وخلينا نقوله من احسن ما فهمه في الوقت الحالي الملعب التونسي يستغل انه الملعب التونسي بالمشاكل بانطرونير مشاء خاصة بالشوف اني نمنة بحجرة والملاعب يتمس حتى بسي شيك مو يتمس الهزيمة والناس الكل معناها والجمهور يبدأ ضدك وتبدأ معناها تدخل بعضك شوية الملاعب يدخل فيه مرودة دوت عادية على الاخر ومنطقي في كورة القدم ولكن لازمك تستفيق متقعدش انه واقف ساين هزمت مع التارجلي التونسي تقعد تعيش على الهزيمة لازمك من بعد الهزيمة تصلح لغلاط متاعك وتمشي وتمشي للبعيد هلال الشابة كيف كيف نهزمها مع التارجلي معناها في بعض الفترات انه يحس في روحه انه تظلم في مقابلة ولكن مقابلة اليوم عرف انه هلال الشابة اللي لازمه ينتصر ولازمه اذا كان يحب يخلي معناها حظوظه لاخر لحظة انه يلعب حتى باش يمشي للبلاي اوف ولما يتيحش ديريكت معناها للدوزيم ديفيزيون يقعدوا لازموا يفوز اليوم هلال الشابة عمل كل شاي جيب ثلاثة نقاط شخصي ما تابعتش المقابلة ولكن اهم حاجة في الجولة هذية ونتصبر انه اكثر مستفيد في الجولة هذية هو هلال الشابة بالانتصار على الملعب التونسي خاصة زادة مع هزيمة امل حميسوس قدام اتيحة تطاويل اليوم تطاويل مركز الثالث 14 نقطة ما نفهموش اي كل جورني اللي تلقاه يلعب عطيوح خاصة المجموعة المجموعة الاولى المجموعة الاولى ما احترامنا للمتابعين متاعنا معانته راول الوقت الكله لحقيقة بشيش في المجموعة الاولى خاطر تامة برشاقي رأيت في المجموعة الاولى اكثر من المجموعة الثانية خاصة انه بعد شاهده بش نحكيه على الكلاسيكو تيحة تطاويل فيز على حميم سوسا هدف مقابل صفر ويرتقي للمركز الثالث اليوم تيحة تطاويل مراهن جدي على التأهل للبلاي اوف ونقاط استفهم قدام امال الحميم سوسا نتائجه متضبط به كيف 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 كيما قال عمار الشاب اكبر مستفيد ومع تطاويل تطاويل عملت تروا بوان بيهين بالقديم معناها تشوف تطاويل اليوم كاتورز بوان هي اقرب معناها قريبة قريبة لحقيقة الوخلين نجمو يخلط ولكن هي قريبة بالانتصار هذا يخليها زيد تقرب حتى تطاويل هنا من التروازيه محطيكش الاخر ترتيب لكلهم كونسرنين بالبلاي اوف من التروازات اللي مزهلوا بالعكس زيدة بالبلاي اوت والطيوح حتى المركز الثالث المنعرج هذي متاع التروازات اللي بشي جي بشكون فيه برشة امور تتحسم هذا المنعرج الخرين نكمل مع اخر مقابلة لهي مباراة القمة لليوم الناجم الرياضي سهلي رياضي تونسي فوز تراجي امام الناجم 2 مقابل وحدة دفنيس البدري تقيقة ٤٤ اصيل الجزيري عدل نتيجة تقلل في تقيقة ٧٩ وغاية الوهابي في تقيقة ٨٦ ثلاث نقاط للتراجي بش يكون موضوعنا في تاكو 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 اليوم بش يكون تصريح مدربة تراجي نبيل معلول بعد الفوز يقول انه الفريق جاهز بنسبة نسبة تتراوح ما بين 75 إلى 80% لتشامبيونزليج الأفريقية نسمع تصريح نبيل معلول في قناة الكاس السلسلة معناها انتصارات نحاول ونكملوها بغض النظر معناها أنه اليوم فريق محترم جدا فريق النجم الرياضي ساعلي تراج يعرف كيفاش يخرج بثلاث نقاط لكن دائما نرجع ونقول راول هدف متاعنا من المباراية هذه هي بيش تشاهزنا وتحذرنا للمباراية التشامبيونزليج اللي 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 متاحها المستوى متاحها عالي ولي بيش تكون يوم أحداش إن شاء الله نتصور نتصور أنه الفريق جهز بنسبة 75-80% خاصة من الناحية البدنية نعرفوا أنه معناه شريط من المبارايات لأنه الدوري التونسي بدأ متأخر شوية توا كل ثلاث أيام مباراة بدأوا اللاعبين يدخلوا وذلك عليش قاعد نشرك في أكثر عدد ممكن من اللاعبين نسكل حاضرة وجاهزة على جماعة الأسعدة وإن شاء الله يكون معناها موسم متميز بالنسبة للترجي توا ممكن بش نفاجأ الناس بكلامي هذا ممكن من بداية الموسم إلى حد الآن الترجي للتونسي ملعبش بتشكيلته الأساسية ولو أنا رو في قموسي نتع الكورة التشكيلة الأساسية متكونة من عشرين لعب مش حداش اللاعب فقط مع الرسيد البشري كما تفضلت وقلت اللي متوفر عن نحنا حاليا وقاعدين نشركوا في لاعبين صغار مواليد 2003 مواليد 2002 هذا مستقبل الترجي قاعدين نخموا في حاضر الترجي ومستقبل الترجي إن شاء الله بإذن الله دونك نبيل معلول وبعد الفوز على نجم رياض ديلا سيحلي يقول أنه ترجي جهز بنسبة 75% لغوض غمار دوري أبطال أفريقيا وافق وإلا لا؟ وافق نبيل معلول في تصريح الإجابة على سؤالة ذاية في 40 ثانية مع عمار جمل ومجدي تراويح عمار توافق نبيل معلول في تصريح وإلا لا؟ 3-2-1 توب كرونو أكيد مش نوافقه خطر خلينا نقول المقابلات هذو ما الكبيرة والجمع اللي فات قتلكاني مش نعرف الترجي ريضي التونسي بشيكون مش نعرفوه هذو حاضر للشمبيونز ليغ والليه في المقابلة النجم ريضي السيحلي في سوسا وقتها بش نعرفو الترجي ريضي التونسي بصراحة الترجي ريضي التونسي اللي شفته اليوم ما أنا حاضر الدوري أبطال أفريقيا وتقريبا ما أنا بداي يلقى وقلنا عنا مدهرة ومن مقابلة النجم ريضي السيحلي في ريضي الترجي بداي يلقى في النصق وبدأ يلقى في الريتم وبدأي يحط الكورة وبدأي الملاعبية بداي تفهم بعضها بصراحة ما أنا الترجي ريضي التونسي حاضر وورا اليوم أنه حاضر من بعد ممكن بش نرجعه أكثر على تفاصيل المقابلة دي ولكن الترجي ريضي التونسي حاضر لذلك ما فهمتش توفقو ولا ما توفقوش؟ إذا كان حاضر مليش في نوافقو النسبة المئة أوية تعتبر أنه أكثر حاضر معت أكثر من خمسة سبعة باللمئة ولا صفاء خمسة سبعة بالنسبة 85 في المئة الترجي حاضر من الخ باه توفقو ولا لي ولا عندك وجهة نظر أخرى مش ديل تراوي توفق عمار ولا توفق نبيل معلول ولا أنت عندك وجهة نظر أخرى أربعين ثانية ثلاثة ثلاثة واحد توب كرونو لا كلام معقول نبيل معلول لحقيقة الكلمة اللي في بلاستها كونه الغيط متاع الماتشويت اللي بيش تحضر به اللي كيمتاعك في الشامبيانز ليج وتعرف في الشامبيانز ليج ما نجم تكون حاضر إلا ما تكون جهز بدنيا أهم حاجة ساع لأنه مستوى يكون مستوى عالي يزمك تجاري معناها النسق ويجي كان بالماتشويت بالكمبيتسيون واليوم ما عليك قطلك الفترة هذية اللي بيش تتعدى ويمكن أكثر جمعية مستفيدة اللي هي تشارك في الشامبيانز ليج هي الاسبيرونس بنا سقمتاع الماتشويت بيش نجم تجهز اللاعبين بتاعها ويكونوا حاضرين في الماتشويت تاعد شامبيانز ليج نوافقه معناها مية في المية الكلام اللي يقالوا لكل معناها كلام وصحية باهي يوافق مجد تراوي نبيل معلول تقريبا زوس أرى متطابقة منظومة لعب جمعية باهية متميزة لتراجي رياضي تونسي ودخلينا النجم معناها نعلقوا عليها ونقولوا هل التراجي اليوم منظومته كيفاش يخرج بالكرة تاني مش سهل بالكل انكتال عبدالنجم رياضي ساحلي في سوسة أمام جامهير وفارق متحدر الترتيب يلعب أليس بالطريقة هذيك هل هذي امتياز للتراجي وإلا نجم عرفش يدخل بالكديف المقابلة وشنو بالضبط مجدي زوز زوز ما بعضه أنا شفت معناها ليزا تاقون متع اللي توال وزادي حتى جواليت متع المليون التيران في التيميق متع البريسينج متاحا مكان غالط لحقيقة معنا حتى شفنا محمد المكشر معناها عطوش قدش من مرة لي소سيني ظهرين متاع فاما روتار في البريسينج معناها شفت حتى محمد المكشر متغشش شوي على التيميق متع البريسينج كيف كيف للكالتي التكنيك متع الملاعبين تعالي سبيرانس اليوم فيوز تزوز محمد علي برمضان ولا كوليبالي عليهم ضغط حتى حتى يكون البريسينج معناها في التايمينج الصحيح ولكن ما ضيعوش الكورة واذيش معناها ملاعبية على مستوى معناها خاصة كوليبالي وليبالي كاشوف عنده مدة توكوليبالي انا كيشبت تواندي يمكن ففهم ما تشويت ناس تحكي على شكون احسن واحد انا في ماتش الترجي وناج مسيحلي في الذهاب قالوا كيفاش مجد يتره يقول كوليبالي احسن لاعب ناس كل تفهم كورة ايمان بس نكون واضحين يقولوا اللي يحبوا هما معنا ما نجمش نحكي على حاجة ما نعرف ايش دونك نحكي على حاجة كنت ريزيها على الاخر معنا خاصة انو المركز ادي كم تاعك معنا ايش الجوار الكيفية لكيليبر معنا في اليوم كنتشوف انتي كل كورة تتقص لتوالجي تعمل كونتر اتاك اول اول ردو عمار هو كوليبالي وفكين الكورة بنضافها مما يعمل لك شفوت دونكي قاعد يعمل في كيليبر كبير برشا بالنسبة للخاصة ان شوفت الخطورة كي تبدأ تراجي عند هالكورة راو مش كي تبدأ تراجي هي الماتريز وتلعب الخطورة كي تبدأ تراجي كي تبدأ عندها هي الكورة وقتها الخطورة هنا كي تقص الكورة اول واحد ترقاه هو في قصان الكورة في الكوفيرتور وفي اللي تحب انتي هو كوليبالي لا تبقاه في الملعب كامل بصراحة لا لا بصراحة ملعبي على مستويه عالي فترة هذية قاعد يزيد برشا في الوسط ميدان قاعد يكونفيرمي من موباراتي الى اخرى رغم العمر الكبر ورغم ان الناس اللي كل تقول كوليبالي كمتاع انتهي وهوكا زيتوها عامة كيكا على العين طرح اليوم اشاو طلول متاع النجم وضد النجم المايور لحقيقة في افتكاك الكورة في خروج الكورة في الكوفيرتور ما اضيعش كورتو وانا افري ما اعمل كل شي شاو طلول هو محمد علي بالرمضان معناها زوز كانوا كانوا على مستوى عالي جدا في خروج الكورة بانسور تراجي وفي معناها التقاليدو كي ما قلت لك زيد عليها شوية تايمينغ الغالط متاع البريسينغ متاع المهاجمين متاع النجم ولا حتى لاعبين خط الوسط الميدان ولكن هذا ما يمنعش اللي عندك ملاعبية خبرة ودوكاليتين معناها كما تشوف هنيس البدري تشوف كوليبالي تشوف محمد علي بالرمضان تشوف حمد الهوني هذو ملاعبية في المتريز تكنيك معناها يرزنوا يجمعهم المتريز تكنيك وبتالي يرزن رزن معناها بشفو كلهم كورة معناها سيديفيسيل معناها فمتا عمر جمالي ماذا تفوق تراجع نجم الساحلي خاصة نحكي في الشوط الأول لعليش تفوق عليه بالطريقة هذيكة طبعا بعد شوية نحكيو رانا على اليتوال لانو نجم تدارك الامر بالتغييرات اللي قام بها المكاشر طبعا نسمعوا بعد شوية المكاشر طبعا نحكيو على الشوطة ثانية متاع اليتوال لكن هوني ما تشوفش انه صارت ان بريز دوريسك بالنسبة ليطار الفاني التراجي باشراك بالرمضان الكوليبالي وبو جرين 423 واحد في سوسا لعب الهجوم الاستحواذ على الكورة وكأنه اللعبة في رادس ما كانش فيها ريسك كبير بالنسبة للتراجي وهل هذا كان سبب متاع الدوميناسون اللي شوفناها في الشوط الأول شوف خلينا نقول اذا كان عندك طوانتي اللعبة هو شنو الكورة القدم اذا هزيت وسط الميدان راك انك تعمل تحب وتسير المقابلة هزال التجال تحب عليها انتي اذا كان عندك انتي كوليبالي في الفورمة ذيك الكبيرة وعندك بالرمضان في الفورمة ذيك وعندك البدري اللي رجع وحكينا عليه برشة مرات وقلنا رجع في فورمة وعندك حمد الهوني وبوغرين معنا الناس ذوما في فورمة عادي جدا تفتك تفتك وسط الميدان وتولي تلعب معناها بسهولة ما وثانيا نجمة ساحلي سهل للتراجي رياضي التونسي بالطريقة اللي لعب بها انه التراجي رياضي التونسي يستعود على الكورة انتي شفت الشوط الاول التراجي يلعب ارياحية وحتى تساجل انتي شفنا الغلطة اللي عملها التراجي رياضي التونسي في مقابلة السفيقس انه واخر التالي يقبل اللعب ما عملهيش اليوم في 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 ملعب سوسا ترجي رياضي وانوك ليه هدف التعادل وكانت ناجم تمشي مباراة التعادل رو عادي رو عادي زروق يجيك هدف ضد مجرى اللعب تكون انتي كذي توزيعه يسير معناه ديسي كيليبر في الدفاع انك تسجل هدفه ولكن لازمنا نحكيه وعالطريقة اللي اعتمدها وخاصة البريسينج متنجميش تلعب صراحة ومباش نحكيه عن ناجم ريضي السحلي البريسينج متنجمش كل ثلاثة كل ثلاثة مقابلات كل ناجمش تلعب البريسينج زروق وباللي فكتيف معندك شي فكتيف مكش مهبت انتي جامعية جديدة معناه الملاعبية مايش بتطبق لك البريسينج مايش تعملو صحيح حراه معناه بش تلقى ديجا بش اخلت واحد روتار بش اخلت الثاني روتار وانتي تعرف البريسينج شنو البريسينج معناه تخلت تخلت في سيجوندا ممبا سيجوندا فراكسيوند سيجوند انو سيئة معناها مشيت عليك الكورة متنجمش تلعب الطريقة معناها اكاكا الناجم ري ذي الساحلي ليوبا بصراحة معناه ولو انو رجع في النتيجة ولكن ما هوش هادا النجم ري ذي الساحلي اللي بش ينجم يلعب على البطولة اي نسمع في الجماهير مازال بكري انتي طوى تلعب مازال ما ما زلت ممشيتش البلايوف وحكينا قولنا راوم بعض اللعب في البلايوف هذي الكل معناها انتي طوى مقابلة الترجيخ ذي المقابلة هذي انو باش تكون له بروفا بش يلعب الشامبيونز ليك النجم ري ذي الساحلي لازمك انتي كيف كيف تكون لك انتي يا عام الفريق وو كله شبين اوكي وفى مالكاليتي قولنا النجم ري ذي السحلي ما انا عنده شبين ممتازين ولكن لازمك تعاونهم اوكي جبنا هتوى النجم ري ذي الساحلي لاي قولت هنك اخونا نجم ري ذي الساحلي تكون هذي عبرة ولا مش عبرة دروس يستخلصها النجم ري ذي ساحلي في مبارتية الترجي ليهوما اصعب تست ليه بالنسبة للي جاي تحذر 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 الترجيري ذي تونسي بصراحة اليوم ما سرقش الانتسار متاعو كان افضل من النجم الرادي الساحلي كان افضل الملاعبية معنا شفنا كورا لوتا كنشوف هنا النجم الرادي الساحلي ما فهماش حتى جملة كوروية فما عطينا حاجة متاعون طلين ما حاجة هاكا تبدأ مخدومة ما شوفنياش هذي الكل النجم الرادي الساحلي بل انتدابات الجين اوكي بش يتحسن الفريق ولكن هذي نداء معناها البعض الجماهير متاع النجم الرادي الساحلي هذي هذي دبابة وهذي صاروخ وهذي ضربة معلم وهذي اندراشنوة يعني نعرف اسسمه اجلاسي قبل معناها مع الاتحاد المونستيري ممتاز برشة ولعب في سفيقس واي محطة وفي بن زرت ممتاز نعرف الشماخي قبل مع النادي الافريقي ستة شهور ممتاز نعرف معناه الملعبية طوى اللي جابوهم طوى اه 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 الملاجم العبداللي مع الاتحاد المونستيري اوكي ممتاز اقبل طوى حقيقة الميداع ري حاجة اخرى ماتحكي ليش على عامل تالي هو جماعتين ثلاثة جماعة تتطيع لكل فورما طوى نحكيه عليهم بعد مازالت المقابلات في البلاي يوف وقته نحكم على الملعبية وهذي دبابة ولا اذيه الهو لكن طوى ما تنجمش تبدأت انا والله اضرابة معلم وهذا من هنا يا منغادي ونهبله تدخل معنا خلينا. مش كنت كنت مع الدبابة والصواريخ وفهمتش مانت. انا. انا. هاو اليوم مثالان اليوم اللي ملاعبين لي اهلو اليوم. يسرق. انا من احب. لبريقي واصيل. اعطاول. لبريقي اليوم افضل اللاعب في النجمرة السياحلي. طوى نحكم. اه? طوى نحكم. ما كانش مؤهل. هاو رفع الانتدار. واللاعب اللي يسجل هدف اصيل جزيري ممتاز. الفورما تختلف بين عامل تيلي وطوى. تختلف. فهمت. هذا اللي حبيتونس. ولكن ايه ما عنديش اما منحبش المصطلحات اللي متاع. والله هذي الدبابة المالية. هذي ضربة معلم. وفكينا من درشكون. هذي كلها مصطلحات. ما انا حبيت مصطلح هيني ما نحبوش هذي. بي تقعد حقيقة الميدان. محمد مكاشر نسمعه تصريحه. اه حول اه اسباب الهزيمة. متاع اليوم تفسيره لأداء وهزيمة نرجم الرياضي للسيحلي ورجعين البلاتون. يكونوا على جملة اللي طرن فاني. لكن بالموجود قاعدين نلقاوا في الحلول. اهم كورة في المباراة من صور اللي جادنا ليحنا اول فرصة بتاعه اي بن حسين. لكن اذا لم نساوش المريض بتاع بن شريفية تقريبا فصخ. هدف الكورة لك بصراحة اللولا هي اللي خليتنا ندخله كما يلزم في المباراة لكن انسرت اماما ولا عنا برشة ديشي تكنيك. وهذا راجع ممكن تعرفوا. الجل اللاعبين اللي لعبوا اليوم تنقصهم برشة اكسبريانس مع عادة لعب والاثنين اللي عندهم من خبرة عنديش اللابة كبيرة على اللاعبين بتاعنا اليوم كنا نجبو نعمل مخير اكيد مع تغيير بعض المرافز بتاع اللاعبين والدخور اللاعبين. جدود تعطاونا نوعا ما اضافه. مكننا من تعديل ازرتيجة. مهم برشة طايف انتاع اللاعبين بتاعنا شفتوا تقريبا ما عادة عنا لعب. احنا والاثنين اللي عندهم البنية الجسمانية كبيرة. على العكس الفريط المنافسي اللي عندهم خمسة ولا ستة. صراحة ما ما هيش مسؤولية كبيرة برشة. لكن كما الحرس الكل في كافواج كبير كيفنا كيفها ديما سعيدة لش الديسيزيون طاحها. رسلمان ما ما شوناي عليه في برشة كورات اخرين وخرجوا راحت احنا منهم. ما لولزمون. شوف احنا ما نحبلوا المسؤولية حتى احنا نتحملوا المسؤولية كيف ترفاني. هذا اذن محمد المكشر في تصريحه في ميكرو زميلي محمد ليدي بخوش اللي كان موجود اليوم في ملعب سوسا. مجد تراوي للمرة ثانية يفشل يفشل النجم الساحلي في اصعب اختبار لي في المجموعة اللي هو ضد منافسه المباشر اللي هو اتراجي راضي تونسي للمرة ثانية في اقل من تقريبا اسبوعين ثلاثة اسابيع في شل في رادس وفي شل اليوم في سوسا. هل الفريق يستحق الوقت يستحق للمارج مجال من الوقت وباش ليزوتوماتيزم يزيدوا يشدوا في بعضهم باش الملعبية الشبان يزيدوا ياخذوا اكثر خبرة وإلا هذي مجرد كلام. شوف انا قلت وباقي باش نزيد نعود. دا كوردو. وكي قلت. كي قلت. ما عندي غاية على حد شي. ابا في حاجة حقيقة نقول فيها. هي قول على روحك شنو? الخروج ومتاع كريستو. بالنسبة لي انا. شوف ما البعيد. غالط. لتوال ما عنده حد شي القديم. كان مخرج كان مخرجش كريستو. النجم ينجمش ينتدب. حط فلوس من جيبك خوي. ويجي تشد في جمعية تحط فلوس من جيبك. هذي شكوية انا. يودي كفا ما كان الحمدي المدب يحط فلوس من جيبك. لا لا. يخي سامحني. يخي سامحني. ملاكي تبدأ الدنيا مريق لو فهم جمهور وسبونسور. انا نولي وقتها. يودي ما يعطيكش لازم اكتلعب له في كاس فريق سلك. هنفسلك. هنفسلك. نحكي على عشرين سنة التالي. تقبل لمجدي والله. طبعا كيفية لامور مريق لا. انا لعبت انا ويقع. انا لعبنا في النجم الهذا السحلي. ونعرفه قديش الناس تخلص. نعرفه. ولكن طوى يا مجدي والله العظيم لفما واحد ينجم يحط لك الفلوس هذيك كل خير. يا اخوي. يا اخوي ما 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 تنجمش يجيب الفلوس. ما تشدش المسئولية سهلة برشة. اذا كان انت ما تنجمش يتعمل جماعية اللي هي اليوم جماعين اللي تحلم تشوف في جوارات صغار طالعين. عندك طالون من احسن اللي طالون في تونس طالع. اللي هو اللي هو الظاوي. اس اسمه. كريستو الظاوي. اسو بوان خروجه واثر كان لتوال ما عنده شي القدام ونعطيك صحيح. شي مع اصابة ياسين شيخاوي يا ربي يشفيه. بالمناسبة دينة ما نقوله شي فيه. ياسين معناها ما اللي رزموه مسكين كاير وكامنا هو ضربة في جوارة الضربة معناها شراء اللي يرجع يرجع على قريب. اليوم ما شوف انتي ما عندك حتى شاي القدام بيش بيش توجع بيش بيش تمشي تسجل الاهداف بيش بيش تمشي معناها الابروفونية اكثر واحد مسجل في اليتوال هو كريستو خرج الاهداف الكل اللي متسجلين اكثر من خمسين في المية مركيهم كريستو. خلينا نحكيه نحكيه صحيح. هنا طوال قدام معاش مع معاش توجع عمال المصيب الاهداف gabady بيتمين اليوم. معناها شفت يخيب عليك ملاعب يا ب اباركة. اربع مدافعين كمينا غايبين اليوم. لا نحكيه عالمستوي اليوم. اه. نحكيه عالمستوي الهجومي. خاطر. خاطر اليوم ما اليتوال متحبوا لا تكره فريخ كبير يزموهو يضومين يزمو عنده ملاعبية القدام. خستان يلعبية في استاده. لعم ملاعبية القدام تخلق الديفيرونس الملاعبية القدام اللي تمشي احاول 1500 خانو تتعدى كي ما شو في الاسبيرانس فما حمده الهوني فما نيس البدري توكي رجع في فورمان كي ما كالي بليل يقبل ملاعبيه ذو مرة روى كي ترقى واحد منه تشد فيه تعشنو تشد فيه تشد فيه كي ترقى ومرة قالها عمار هنا في البلاتو ما فمياش ملاعبيه ديك عندهم ديكاليتي يطلع لك واحد في الخمستاشر سنة ولا في العشرين سنة. الله يهدي الظروف. هاي. هاني قل لك هاي. هاني قل لك هاي. هاني قل لك هاي. هاني بيع واحد من افضل منش بتلب بطولة. بسوف اخوه ما. بقدوم الشماخي والعبدالي واليوم ما ننسوش انه ثم بوتمين كان غايب وهو ما زاد يسأل بوتمين على الكمورتمان تاعه زاده وعلى مخه وعلى لازمه يكون راكز وليزمه زاده ينقص من الليمانيير معانت على خاطر هذا جاي ضد مصلحة الفريق اليوم ورقة حمرة كانت جرتويت ضد نادي راضي الاسفاقسي على بوتمين. دونك بعودة بوتمين وجود الشماخي والعبدالي هل تتصلح لومورة لغالب يصبت الشيخاوية لغالب كريستو انت هالموضوع لاعبي في الاهلي المصري ناجمي دارك وعلى لي. على المستوى الهجومي هدوما اول حاجة اول حاجة. شوف انت اخر ماتش قد وقتش لاعبه يوسف العبدالي. مثلا. وقتش اخر ماتش. شوف اه اللي جابوه زاده هالشميخي اخر ماتش. او يعاود يرجع. وشوف بش يدخل معايا بش ناجمي يعاوني ولا لا. كلامك كلامك لوجيك برشا ولكن ما تنسيش مجدي انه طوا في الفترة هذية. يزمك ما هي ما عندهمش حل. ويش معضيك حاليش كونو هالي بملاعبية تلقات كومبيتيتيف. الفورمة هذيك. ناجمي يعاون برشا لتوالي اذا كان يخلص الفورمة هذيك. وهنا في بيلي هو عمل عملية. على كتفه. ولا دونك يتحبله بش يتأهل. ويعاود يرجع الشميخي القديم متاع عامين التالي. في كلب افريكان. شوية زاده مش برشا. خاطر الشميخي. يعني عامين الاخرانين متاع الشميخ في نادي الافريقي ما همش ياسر اه. اي معناه يعمل اذا هل يعمل. ممكن تختلف من بعض في سوسات. ناجم بتختلف. يتاقلم طوي جلاسي ولا الشميخي ولا العبدالي. لا جلاسي بالنسبة لي انا ربحته اللي تقول. ربحته ولازمني اني. ونمر لي فقط. قلت 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 العواذي كان قبل في النجم الرادي السياحلي والحال ناشي. وكانوا كبار في العمور وكتر ناس تجري. بعد ديما حقيقة الميدان راو اللي يبدأ يسمع فيه. راي حقيقة الميدان حاجة اخرى. الاسامي. اوكي عندها اه اكسبريونس واسامي معناها اه وينتعدات في اي محط عطات كل ما عندها. وكانوا من افضل مفاهمة في البطولة. وديما ينجح لهم من ناجم السياحلي. صحيح ولكن البطولة ما زالت. ووقتها في الملعب كيابت والملعب نحكموا عليهم. طوى. ما نجموش نحكيه وغير انهي انت دابات قيمة. انبعد. اسكلوا ملعبية باش يعطيه في الملعب والله. ديك نستنيهم بعد الملعب. هل يسأل آآ علي جمل في الزوز اهداف اللي كلهو. شنو يسأل. ما يسألش علي جمل يشكونش يسأل. بصراحة. يسأل عمر جمل. تلعب نشوف. طوى تلعب في النجم الرادي السياحلي. وفي مقابلت اني ضد اني. تعرف عليش تواجلتك بالسؤال. خطرك حاسيتك تفاتي سؤالي. خطر محمد لمكاشر قال علي جمل يا تحمل مسؤولية الهزيمة واحدة. وقال كيما منعنا في برزة. والا. والا. صحيح. هذية ما يتحملش الهزيمة واحدة. وانتي توسألتني على الاهداف. ما يتحملش الهزيمة واحدة. خطر فما ملعب يلزمك تسجل القدام فما ملعب يلزمك ترجع وفما فمبرشع حاجة ما قويش باش نحط واحنا الجاردين عدا كاكا يخرجوا للعشرة ويق تصير في مقابلة كبيرة. تلعب ضد رجري دي تونسي باش تغلط. تخلص كاش. مع النوادي الكبيرة اذا كان تغلط اتخلص. علي جمل. لولا الهدف لول. بناخذه الساعة بالهدف. الهدف لول. يلازم يفهم علي جمل ما يجمك تشد وتسيب. رأو حتى في تخرج. بار فوق ساعة كورة تشد بالليدي بوكسي. ما يزمك تشد تشد. قال لي لازمني باش باش نخرج ركنية. رأي ركنية رأي هدف. طوال الناس ولا تخرج كورة تماثر هي هدف. معناها علي جمل لازم يكون حتى في الخروج لازم تشد معاش تبوكسي. الهدف الاول تزديدة. والله يكن جيت قوية. ونقولوا ما تشدش. ودز. كان يلازم يشدها بزوز يدي. وحتى كان انك اه غلط معناها كنت تشد تخرج. لكن مش ترجحها قدام المواجم ولا ترجع في الوسط. والهدف الثاني. الخروج غلط مراو باش تخرج من المناطق متاعك لازم تكون عندك. مية في المية انك تحمس الكورة. الحارس باش يخرج من المناطق متاعه. وملكاج متاعه لازم يكون عندك مية في المية انك تحمس الكورة. معناها الهدف لول. خلينا نقولوا الحقيقة. من الحارس. والهدف الثاني. كيف كيف يتحمل مسؤوليته معناها للحارس. باش ناخدو زوز لقطات طلبتوا تتعلقوا عليهم. اللقطة لولة هي هدف. انت هنا في اللقطة متاع هدف تراجي الاول. طلبت اللقطة داي عمار كيف 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 اذا كان عندك تعليق. ماجي تراوي هل حبيت تتحدث على علي جمل ولا على اه كمبورتمان ديفنسيف معين. احبيت 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 نحكي على الكمبورتمان بتاع علي جمل في الكورة هذي. اه داك. في ترجيع الكورة هذي. معناه يشوف. اولا الكورة ما هيش. ما هيش قوية الكورة. الكورة معناها تمشي. اوكي ديفيا ولكن تمشي. كان معناه كان مشيه بزوز هدين كان ينجم يشدها. وحتى كان تربث كان ينحيها اللي حطها في الكورنير خي. كنت كنت تنجم الدزها على جنب خير معناها ولا تحطها حتى اذا كانت يدزها على جنب صعيب برشة انه البدري الماكس اذا كان بش دزها على جنب بشي سنتر. فهمت عندك تنجم تدرك ولكن انك ترجع قدام المهاجم. اه اه اذي. فوت بروفسيونيل اذي. صحيح معناها ولا نادي كبير يتخلص يعني كاشي. لاي حتى زيد اراه اي جستيس تكنيك متاع نيسل بدري والصنفر واشحنا scheداء الله وانشاي ترجع للجميل اي انه ترجع للا قطة تولي. تersonياتي يحطها شوف اللي فاله في الهدف بكل وانه عمار احكي على كوتينة بتاع اي تولي التكنيك موم انا بترجع الكورة معنا بتاع علي جمل كان غالط ونوافق و لي انه ماترجعش كورة. فالكس ولكن شوف نيسل بدري قبل كان يعجع شوي قبل اه كان عنا الصورة قبل وهو الهوني بشاعة. وبربية يبس يسريني انا بالله مش دي زادة شوف التمركز متاع الظاهير الايسر متاع ناجم ايراد يسعر شوف انتي بالضبط معناها فيما ثلاثة مدافعين وانو نورمال مو يكون تاريب كونون دياغونال بيسور كونون دياغونال بارابول الكورة اللي عند حمدو الهون وغالطة معناها البلاس ممتعه وغالط هو طلب الكورة راهو البدري يعني هنا جميعتي هلو حمدو الهون حما شوف كيكي يعرف اللي الهوني بيش بيش يشوت بيش يسدد الملعبي اخر يعمل خطوة القدام شوف البدري الموفمون الشوف البدري الطاقة encountered هادا فرق بين ملاعبي عادي وملاعبي كبير راهو شوف افكا الخبرة وقراءة اللعب اللي تحكي يعلي عمل اعمل هي اعمل عمل هذه اللاترال حتي بعد كي ناخذوا مع تسديد المتاع الهوني وناخذوا الخط نتاع التسلائط شوف الموفمونور لو عملها كيفاش لا تيراش ختم كل شوف هذا يسمى بقراءة اللعب يسير اللقطة ثانية اللقطة ثانية هدف نجم رياضي سيحلي لتراجل رياضي تونسي كيف زاد السؤال لكانتي مجدي وزادة لعمار جمل خاصة هنا التصرف الدفاعي لتراجل رياضي تونسي أين يكمن هنا اللقطة وقت للكرة في توزيعة البريقية خطأ شكون هنا خطأ بوشنيبة وإلا اللعب المهاري اللي جاي متأخر المفروض أنه كيف كيف اللي عملها الجمالي عملها بوشنيبة بوشنيبة العليمين راجعنا المفروض أنه يكون في فرد ليني هو المدافعين وفي الزون وفي الزون لا تدخلش في الزون متاع صاحبك عملوا نفس نفس أنت تحكي على لاعب رقم 18 اللي منع بالكل هذيك ماهوش الظاهر لأي موش بوشنيبة ذاك المهاري لا 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 يحكي على ترون دول بوشنيبة ذاك اللي معاها معاها مشا يحصل فيه ملاعبي آخر شايف يعمل بوشنيبة نحشوف لذي أهو الديزويت اللي جاي روتار ساعت اللي جاي روتار هذيك ماهوش لاريدرو هذيك لاعب متوسط ميدان المفروض أنه يشد معناها للتليب كان هو كان ينجم يصلح هنا تحكي على مالك اللي زويت مالك المهري هاي مالك المهري حبي يصلح هما شوف الوقفة تاو كي ماش بدعمار ريت الوقفة متاع ديفانس كلها غالط كيفاش كلها غالط معها مريح وهذا اللي معها بوشنيبة تسمع فيها من المفروض معها أصيل الجزيرة وبوشنيبة يوخر شوية تونك يوالي صحيح الوقفة متاع ديفانس هني ولا هو يكرزي كل حد تخل في الظلم متاع صاحب كيفي ولا الملاعب اللي تخل هو الجزيرة ولا ليبر ومالك حبي يصلح خطر شافوا مخر شافوا مخر حبي يصلح برجوع متاعه معناها بشي يصلح الخطأ هذيك مالك المهري هو الذي يسأل وإلى المدافعين ممتاز حتى الجز تكنيك بصراح متاع البونت اللي فنته من كلامك مجي أنه مالك المهري حبي يصلح يعني لا يسأل يعني الذي يسأل هو بوشنيبة وعمامه ومريح يسأل هو الورغانيزيون ديفونسي وممان دي سنتراج نرمال كل حد يبدأ في الزون متاعه والمركاج تاخذوا مركاج للمهج اكزاكتما مركاج يكون معناها إيمانيا باي هذا في خصوص مباراة ترجي ونجم راضي لسيحلي أعطيناكم قبل شوي الترتيب الخاص بهذه المجموعة الرسمي هو النجم والترجي في البلاي أوف في انتظار زوز الفراق الأخرى اللي بش نتعرف على اليوم في قادم الجولات مازلنا مفهم حد شيء واضح في المجموعة ذي في المجموعة الأخرى اللي بش نحكيو عليها تودسويت قبل ما نحكيو على نتائج تصويت الجمهور في موضوعنا اليوم في اللاتاكو تاك توافقوا نابي المعلول في تصريح عام أملا 3.5% قولوا أو لا ووافق و 47% فقط يوافقوا نابي المعلول نتيجة إكيليبرة قريبة قريبة المجموعة الثانية أرقام نعطيكم حرية الاختيار نكتشفوهم تودسويت شفر دي جور نكزو في رقط أك تأهلها رسميا للبلايوف عمار الانتصار الثاني على توالي للنادي الافريقي جا قدام سيدي بوزيد مستقبل رجيش أربعة خمسة هزاء متتالية رقم جديد للكمارج هدف جديد مع اتحاد بن جردين الذي ينهي به ساسة الانتصارات المتتالية للأولمبي اللي بجي شنو اللي شاد انتباهك في الرقمات والله الكاميرجي بصراحة قاد يعمل في موسم استثنائي الهدف التاسع يظهر لي الكاميرجي تسعة من عشرة الكاميرجي تسعة 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 معناه من عشرة هدف بصراحة مهاجم اللقاء الفورما متاعه كيف كيف بن جردين معناه في الثنية صحيحة الولمبي اللي بجي كيف كيف زاد لازمنا نعرف اللي يظهر لي سابع مقابلة على التوالي بدون هزيمة تلعب ضد بن جردين اللي هو الثاني مقابلة ما كانتش سهلة الملعب ممكن البنجردين كان حاجته بانتصار الولمبي البيجي كيف كيف يقول لك نحب نشد نضمن الصادرة ومالزمنيش ننهزم خاصة انه بجي تعرف سبعة مقابلات وكما عكس الملعب التونسي كي قلنا هزيمة تجيب لك هزيمة راح والربح يجيب الربح والهزيمة تجيب الهزيمة معناها بصراحة ولمبي البيجي خلينا نقولوا انه واحد واحد نتصورها عاد لوه منطقية معناها في المقابلة دي نادي الافريقي يعمق الفارق مع مستقبل سليمان سبعتاش النقطة مستقبل سليمان هزم اليوم العشية اقترب نادي الافريقي من البلاي اوف مجدي 21 نقطة 17 نقطة قدام وبيجة 17 اي بو اللي وراه سانك بو اي ممكن انتصار واحد اخر معناها يضمن يضمن معناها الترشح متاع ولكن المنزال وثلاثة متشوات فيهم تسع نقاط معناها هنالي بشي يغلط بشي خلص منعرج الاخراني يزم كل نقطة بحسابها خرج النادي الافريقي رو فريق كبير معناها مقولوش نرم الموت ترتيبتها وكون خير من هك ولكن في الظروف هذه الظروف هذه اللي نعرفوها في الافريقي يتسمى توا تخل في معناها خرج الازمة اللي كان فيها وتخل في سكة الانتصارات اما لازم يكو يكو المشكلة لك لو يبقى عملا دوماتش وحشتها بالثالث خسرته كيف كيف من بعض ربحت وعودت خسرت دونك يجب ما تكون فريق معناها الانتصار يجب الانتصار السيغري ولكن يجب الملعبية يكون فريق نادي الفريقي فاز على ولمبيك سيدي بوزي ثلاثة مقابل الصفر هدف حمدي العبيدي زهير ذاودي وآدم قرب نسمعه التصريحات حسين الجابسي أسباب هزيمة فريق التصريح في ميكرو عبير صغدودي زملنا بعد وعرف معناتها على التيوح كنت لدينا أبجيكتيف معناتها بتاعبي زلطة ذاكري خلدت سعب فيها لذا المفيد من نتيجة هذه هذا حسين جابسي كذلك نسمعه مودار من نادي الفريقي سعيد السابي تحدث على فوس فريق وكذلك على الهدف الذي يعتبر مهم لمعنوية لعب آدم قرب صلت الماتشرة ونعبية مساكن من يجد ونعظم كما خلط بربول اللعبية وكورين بيتة النجم تعدي كورة ورنتمون وميرة وروح موجودة وقلب موجود نعاوض بطول الوبيكتيف مازال موصل الوش كل مرة قاعدين نقرب أكثر البونت وذاك تعب عليه يتفر عليه يتكي عليه اللي يحس آدم سين ونس كل نحن نضغط لعيش نوتو في البلو بصراحة لتلترجم عن هذا هذا سعيد سايبي وحسين القيبسي مداربين في نادي الافريقي والمبيك سيدي بوزيد نجم المتلوي يفاز على مستقبل رجيش ثلاثة مقابل اثنين عمار جمل رجيش هزيمة جديدة وضعية صعبة برش لمستقبل رجيش يقبع في قاعة ترتيب ثمانية في المركز تامر بستة نقاط والهزيمة الخامسة على تاوي لمو سمدية صعبة رجيش بعد رحيل تقريبا جل الملعبية والكوادر الرئيس في السجن ما فهمش فلوس دانير مو زوز ملعبية فسخوا العقود متاحهم الاشكال بخلاف الخامسة الهزائم المتالية انه ما فهمش باصيس من الأمل ولا بويدر صعبة بصراحة بصراحة صعبة برشا على رجيش رجيش اللي متانا عمناو الكورة ديما تعطفوا معها بصراحة عمناو المتانا كورة شوف تضر ومعنى تظلمك ساعة وملي طلعها مستقبل رجيش للرابط المحترف الأولى بصراحة فريق يفرج فينا في كورة يستغل كنا نحكي برشا ديما يستغل حتى التماس يستغل معناه وعنده ملاعبية أكثر يوتهم ولاد النادي ولكن في الظروف اللي فيها مستقبل رجيش ملاعبية أفضل لاعبين عندك يخرجوا رئيس معنا النادي في السجن مفهم ماش فلوس سعيب برشا أنك تنجم تقاوم الظروف هذه الملاعبية أنت تعرف خي في البطول التي ساعات فريق يحب ينتد فسخوا العقد في وسط الموسم ولعبيت ما أوليت خلينا حتى شوية أمل ما عادش فمه ولو أنه النقاط تقول أنه رجيش ينجم يرجع ولكن كتشوف الظروف اللي موجود فيها مستقبل رجيش صعيب برشا أنه باش يرجع صعيب برشا تويفق الرعي مجي ما يفق لي أنه ولو أنه نجم تلوي مش بعيد يسر على الوضعية ذيك هما كميم النجم المتلوي قاعد يربح قاعد يرجع ويربح ووضعيته خير من الرجيش حتى إداريا معناها فما معناها استقرار نوعا ما معناها فما جولة تخلص فما هذا الكل مفاميش فما رئيس وقف فما مدير في مستقبل رجيش هذي لنعكس مناعة ترتيب موضعية صعيبة شعلا نقوله حسابين موجودين في البلايوف خمسة وعشرين واثنين وعشرين نقطة والولمبي البيجي وإحد وعشرين نقطة مزال حسابين ما تأهل نادي الافريق 17 نقطة مستقبل سيمين أطناش هو والنجم المتلوي في المركز الراء الخامس والسادس سيدي بوزيد ثمانية نقاط ومستقبل رجيش ستة نقاط برنامج الجولة المقبلة نهارة الخميز دعنا جورني في المجموعة الأولى ترجي نادي رياضي بنزرتي الملعب تونسي النجم الساحلي ملا مباراة وملا أفيش هذه الحقيقة البقلي والإطوال في باردو حمام سوسة هلال الشبه نادي سفيق سيئ اتحاد تطويم في المجموعة الثانية مساقبل سليمين نجم المتلوي رجيش سيدي بوزيد الاتحاد الرياضي المنسيري واتحاد بن قداني صديف النادي الافريقي اعطيك صحة مجدي اعطيك صحة عمار جمال شكرا نسكول في المتابعة وفي السماع غدوة كل عادة منتقنا في حلقة جديدة من سبور بلوس من الوقت نتناولكم أسعد الأوقات على إيفين سبع الأخير